مرحبا جميعا اليوم راح نحكي بهذا الفيديو عن الوسطة الافتراضي نحن بنعرف وقت اللي بيكون عنا تابع بياخد مجموعة من الوسطة ولا نفترض انه كان بياخد وسيطين ورح تناديت تابع هذا اللي بياخد وسيطين بالتابع المين الرئيسي فمجبور انا انه مرر هدول الوسيطين وفي حال مررت اكتر من وسيطين او اقل راح يرمي لي خطأ قواعدة انه هذا التابع بياخد وسيطين بدك تراعيون بالتمرير ولكن احيانا انا بضطر ليكون هذا التابع مرين انه مرة بياخد وسطة مرة بياخد وسطة فهوني فينا نكرس مفهوم الوسطة الافتراضية لتحقيق هاي الغال كاد بين عنده اعطاء قيم افتراضية لوسطة التابع نستطيع عندها استدعاء التابع بدون مراعاة تمرير كل وسطة كيف يعني ونروح منشوف التابع اللي كان اللي عامينه بياخد ثلاث وسطة ملاحظ عند التصريح عن الوسيط عم اعطي قيمي لهذا الوسيط يعني راح ياخد وسيط اول انتجر ا وعطيته قيمة واحد مباشرة عند التصريح فاصلي بياخد وسيط تاني اعطيته قيمة اثنين بياخد وسيط سي ثلاثة كوسيط ثالث ثم نعطيه قيمة ثلاثة وراح بهذا التابع طبعت هاي القيم بروح بشوف ان الليوني اللي اكتسبت عنده اعطاء قيم ابتدائي لهاي الوسطة منقول سام فانكشن وما بنادي ولا وسيط يحق لي ذلك مع العلم انه الوسيط سام فانكشن بياخد ثلاث وسطة فالسام فانكشن بياخد ثلاث وسطة وراح انا ناديت وما برقته لولا وسيط بكل بساطة ووقت يلي بروح بطبع سي اوت راح يتم اخذ الوسطة الافتراضية بالتوالي راح يقلي قيمة اي واحد وقيمة بي اثنين وقيمة سي ثلاثة طيب راح اتمررت وسيط واحد راح يتم اسناد هذا الوسيط الى اول متحول من جهة اليسار يلي هو اي وبياخد قيمة عشرة وصار بي او عمليا ضل بي اثنين وسي ثلاثة راح اتمررت عشرة وعشرين يقوم بالاسناد بشكل متتالي اول وسيط بيعطيه قيمة عشرة وتاني وسيط بيعطيه قيمة عشرين وسي ضلت قيمة ثلاثة راح اتمررت ثلاثة وسطة عشرة وعشرين وثلاثين يتم الاسناد العشرة لأي والعشرين لبي وصي بتاخد قيمة ثلاثين وما نلاحظ هذا الحكي بالخرج ننتقل هلا لفكرة العملية الاحادية وقتي الي بيكون عندي متحولين بنفس الاسم ضمن مجالين مختلفين وبيدي يوصل للمجال الجلوبال باستخدم هاي العملية عندي متحول ا من النمط دبل جلوبال بياخد هاي القيمة ورح اتقصرت لهذا المتحول الى فلوت وسميت المتحول ا عملية الوحادية الاربع نقاط تشير الى الوصول الى المتحول العام الوصول الى المتحول العام ورح اتقلت له سيت بريكشن 16 يعني حدد 16 مرتبة بعد الفاصل وطبع لي ا ام راح طبع الاقرب الى مجال رؤيتو الاقرب الى مجال رؤيتو اللي هو ا طب اذا رحت رجعت اطبعت ا تاني مرة بدون النقاط رح يرجع يطبع هاي طب انا بدي اوصل للقيمة دبل فبحط اربع نقاط عفلين عمليا بدي اوصل للقيمة اللي هي دبل بروح بحط اربع نقاط بروح بيوصل للمتحول الى الذي نطاق رؤيتو جلوبال فالاربع نقاط تساعدني في الوصول للمتحولات العامية واللاحظ التنفيذ انه المتحول لوكل طبعلي والمتحول الجلوبال طبعلي يا مثل ما هو نهايتو خمسة 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 واحد واحد لانه بعملية القصر رح اخسر انا مجموعة من الفواصل ومننهي اليوم الفيديو تابعنا عند العملية الوحادية وان شاء الله بالفيديو الجاي رح نبلش بمفهوم وانلي بنقصد فيه تحميل الزائد للتوابع ونشوفكم بخير ان شاء الله